بالرئيس الأمريكي جو بايدن هنا في البيت الأبيض عقد الرئيس الأوكراني فوليدي ميرزيلينسكي لقاءة مغلقة مع مشرعين أمريكيين في الكونغريس حيث لمس عن كثب تغير المواقف بشأن الدعم الأمريكي لبلاده زيارة غابت عن حفوة الاستقبال التي حظي بها قبل عام في ظل توجه لعادة ترتيب الأولويات في الداخل والخارج لقد أوضح زيلينسكي أننا إذا خسرنا الحرب فإن بوتين سينتصر هذا في غاية الخطورة للولايات المتحدة لا يمكننا السماح له بذلك زيلينسكي أكد أيضا أنه بحاجة إلى المساعدات على وجه السرعة خلافة بين الجمهورين والديمقراطيين بشأن أمن الحدود مع المكسيك وقوانين الإجراء لا تزال تعرقل تمرير مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار ضمن حزمة بحوالي 106 مليارات دولار تشمل أيضا دعما عسكريا لإسرائيل ولشركاء واشنطن في المحيطين الهادي والهندي لقد سمعت الكثير بالتأكيد قلت ما أردت قوله في الكونغرس إنني أشعر بدعم إدارة بايدن وتلقيت إشارات إيجابية خلال حديثي مع أعضاء مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب لكنني أعلم أننا نعيش في عالمين منفصلين لذلك سنعتمد على النتائج في البيت الأبيض تلقى زيلنسكي تطمينات من الرئيس بايدن رغم مخاوف متزيد من نفاذ الأموال للاستمرار في إرسال المساعدات العسكرية لأوكرانيا قبل نهاية العام من دون تمويل إضافي فإننا نقترب سريعا من نهاية قدرتنا على مساعدة أوكرانيا على الاستجابة لمتطلبات عاجلة لعملياتها العسكرية إن بوتين يراهن على فشل الولايات المتحدة في تقديم المساعدات لأوكرانيا يجب علينا أن نثبت له أنه مخطئ من غير المتوقع أن تؤثر زيارة زيلنسكي كثيرا على مستقبل الدعم الأمريكي لبلاده في وقت تتزايد فيه الشكوك بشأن خطته العسكرية ضد روسيا فيما ينكب تركيز أعضاء الكونغرس على الشأن الداخلي استعدادا للموسم الانتخابي إيجام بورار الحرة البيت الأبيض ترجمة نانسي قنقر